هذا وتولي مملكة البحرين العمل الخيري والإنساني همية كبرى باعتباره قيمة النبيلة قائمة على العطاء والبذل بكافة أشكاله يأتي ذلك في ظل مشاركة مملكة البحرين ودول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري والذي يصادف الخامسة من سبتمبر من كل عام تزخر مملكة البحرين بالعديد من المؤسسات والهيئات الأهلية الخيرية التي طالما شكلت أساسا ورافدا في العمل الإنساني وشكلت نواة نجاح وانطلاقة في مسيرة العطاء المستمر وقد تجلى ذلك بوضوح تام من خلال العديد من المبادرات والحملات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في جميع أعمالها الخيرية والإنسانية قد ظهر نوعا جديد في هذه المرحلة من المنظمات الخيرية وهي تلك المبرات التي تدير أموال شركات القطاع الخاص وهي أموال الزكاة وأموال تبرعات القطاع الخاص لضمان عدد لضمان وصول تلك التبرعات في الوجهة الصحيحة ويبلغ عدد هذه المبرات أكثر من 25 مبارة وقد بلغ عدد المنظمات الأهلية في البحرين بأنواعها 661 جمعية كما بلغ عدد الجمعيات الخيرية أو المنظمات الأهلية المختصة في مجال العمل الخيري 150 منظمة أهلية هذا وقد كانت لمملكة البحرين مساهمات واضحة وجليلة في مد يد العون لجميع المحتاجين والمنكوبين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أقطار العالم وضعت الوزارة البرامج والتدابير الخاصة لرفع القدرات المؤسسية للجمعيات الخيرية في مجال إدارة أموال المنظمات الأهلية وتضع الوزارة الخطط لضمان التزام المحاسب المالي والأمين المالي بالجمعيات الخيرية لحضور دورات متخصصة في مجال الإدارة المالية ليمكنهم من إدارة أموال العمل الخيري بالشكل السليم هذه الجهود الإغاثية والدعم المعنوي كان من منطلق إيمان مملكة البحرين بضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم العمل الخيري والإنساني من خلال تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية العاجلة لتبقى مملكة البحرين دائما على مسافة واحدة من كافة شعوب العالم لتخفيف معاناتهم جراء الكوارث الطبيعية وغيرها ترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين